فعشان احسن الرد لابد ان احسن الاستماع لكي تحسنوا الرد احسنوا الاستماع وعندها اتحدث بالمقابل اقولكم شيء تعلمت في هذه المسألة مسألة مهمة جدا ما احد من اصحاب النفوذ يسألني عن رأيي في اي قضية خاصة القضايا السياسية الا وكان ردي الفوري انت ايش رايك هو لا يسأل في الغالب عن رأيي هو يهد ان يتكلم وبعدين احيانا نتكلم ويطلع رأيه عكس رأيه وصير مشكلة خليني اسمع رأيه ما عندي مشكلة اني اعبر عن رأيي لكني سأعبر عن رأيي بطريقة مع شخص يوافقني تختلف اسلوبي عن شخص يخالفني اذا عليكم يا نجوم المستقبل ان لا تتحولوا الى وعاض وناصحين في مثل هذه اللقاءات بل قدموا النصيحة وقدموا المشورة اذا طلبت منكم بهذا تتوثق العلاقة وتستمر فاخطر ما يهدم العلاقة هو تحول النجم الى وصي فتبدع العلاقة بالفتور حتى تصل الى الانقطاع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة